ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشرا مولد النبي صلى الله عليه وسلم ما هي القصة؟ في يوم من الأيام كان زعماء قريش مجتمعين بمكة المكرمة بالقرب من الكعبة المشرفة يحكيه حول ما تعرضت إليه مكة المكرمة من هجوم أبره الحبشي صاحب جيش الفيل وعن الطيور الأبابيل فجأة سمعوا صوت من بعيد نادي يا عبد المطلب يا عبد المطلب إنهم ينادوك من بيت آمن بنت وهب استاذن من الجميع وذهب مسرعا عندما وصل قابله النساء بالزغاريد يهتفون بفرحة خلق حفيد جديد لعبد المطلب أخذ حفيده ورفعه إلى السماء وشكر الله تعالى وقال هذا الحفيد سميته محمد محمد هذا الصبي الصغير ولد يتيم الأب تربى بين أمه وجده ومردعته حليمة السعدية في عمر السادسة توفات يمه وتكفل برعايته جد عبد المطلب وكان دايما يقول بأن حفيده سيكون له شأن عظيم حتى وفته المنية وكان لا يزال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عمر الثامنة ثم أسندت رعايته لعمه أبي طالب الذي رعاه واهتم لأمره كان صلى الله عليه وسلم معروفا بأخلاقه الحميدة حتى أنه لقب بالصادق الأمين قبل نزول الوحي عليه بالرغم من أنه نشأ في أجواء فيها الجهل والرذيلة والوثانية لكنه ما تأثرش بهذا البيئة بل كان كريم الأخلاق كان يرفض الخمر وما يكلش الدبائح المخصصة للأصنام لا يقوم بالطقوس تعبوذية لها ولا يذهب لمجالس اللهو والحفالات التي يقيمها أشراف وسادة قريش في هذا الوقت كان يوقف مع الضعفاء ويوفي بالعهد يكرم الضيف والعديد من شمائله الطيبة لما كان أهل مكة يعبد الأصنام كان نبي خليهم ويطلع الرأس الجبل في غار حراء بالتحدي هو الغار الذي كان يختلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه قبل البعثة وهو المكان الذي نزل الوحي فيه لأول مرة على النبي صلى الله عليه وسلم وأول آيات القرآن الكريم نزولا كانت اقرأ باسم ربك الذي خلق من هذا كنهار عرف محمد صلى الله عليه وسلم أن الله اختار ليكون نبي ويدعو الناس لعبادة الله سبحانه وتعالى كانت الدعوة في بدايتها سرية دون أن تعلم بها قريش فبدأ الرسول بدعوة أهل بيته ثم الإقراب له وقد وصل عدد المستجيبين لها أربعين شخص كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة أمور الدين وذلك قبل الهجرة إلى المدينة المنورة حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم في شعاب مكة وكي عرفت قريش بأمرهم مع جبهاش الحال وتصدت ليهم فتوجه بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار الأرقم لجياء في جبل الصرفة واستمرت الدعوة بشكل سري لمدة ثلاث سنوات ثم جاء الأمر من الله بالجهر فيها وانتقلت الدعوة من المرحلة السرية إلى المرحلة الجهرية فما كان من قريش إلا أن تصدت لتلك الدعوة وبدأت تعارضها بكل ما تملك من الأساليب إذ لجأت للتهديد والتخويف والتدليل وغيرها ومع ذلك تبت رسول الله على دعوته واستمر الجهر بها إلى حين الهجرة إلى المدينة المنورة ثم قررت قريش قتل الرسول صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا وهجموا على بيته لكنهم تفاجأوا بوجود الفتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعدها لحق النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب أبو بكر الصديق في الصحراء حتى وصلوا للغارثور أبو بكر الصديق خاف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا تحتهما فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما فكان الله معهما ونصرهما وصرف أبصار الكفار عنهما فرجعوا لمكة ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكمل طريقه إلى يثرب يستقبله السكان بالتهاليل حتى أنهم غيروا اسم مدينتهم من يثرب إلى المدينة المنورة لأنها أنارت بقدومه كما أنارت مكة وكل الكون بميلاده صلى الله عليه وسلم كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طولتها سماء لم يساووك في أولاك وقد حال سنى منك دونهم وسناء ترجمة نانسي قنقر